موسيقى هي اللي بتكون اجزاؤها من نوع واحد من المواد لكن زي السكر وزي سود الخبيز وزي ماء المقدر لكن المخليط هي ما يتكون اجزاؤها من نوعين او اكتر من المواد بس بشرط ان لا تتحد مكوناتها زي المعجون زي اللبن زي العطور زي الخرصانة زي السلطة كل دي مخليط احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية كمان الهواء مخلوط المياه المعدنية مخلوط المياه الغازية مخلوط طرق تكوين المخلوط اللي هي الرج والطحن والتقليط اما بعد كده هنتكلم عن طريقة فصل المخليط اول طريقة طريقة الجذب المغناطيسي ودي بستخدمها لما بيكون عندي مادة مغناطيسية تاني طريقة اللي هي الترشيح ودي بستخدمها لما يكون عندي مادة لا تزوف في الماء زي الرم بعد كده التبخير ودي بستخدمها لما يكون عندي مادة تزوب في الماء زي الملح والسكر آخر طريقة وهي طريقة قمع الفصل ودي بستخدمها لما يكون عندي سائلين لا يمتازجين زي الزيت والماء يلا بينا نشوف الأسئلة بتقول لنا إيه السؤال الأول بيقول أكمل ما يأتي واحد بعض المواد الصلبة تزوب في الماء وبعضها لا يزوب احنا عارفين إن فيه مواد قابلة للزوبان وماء ومواد غير قابلة للزوبان رقم اتنين يستخدم قمع الفصل فيه فصل برافو الزيت والماء لأنه الزيت والماء سائلين لا يمتازجين رقم تلاتة من طرق فصل المخاليد أنا عند التبخير والترشيح وعندنا قمع الفصل والجذب المعناطيسي رقم اربعة محلول الملح بيتم فصل الملح منه عن طريق عملية التبخير لأن الملح مادة تزوب في الماء فبالتالي لازم استعمل لها التبخير رقم خمسة يمكن فصل برادة الحديد عن الربل باستخدام المغناطيس وتسمى هذه الطريقة بالجذب المغناطيسي لأن برادة الحديد مادة مغناطيسية تنجذب للمغناطيس رقم ستة من طرق تكوين المخلوط يعني إزاي بكون المخلوط بكونه عن طريق الرج والطحن والتقليل رقم سبعة يمكن فصل دبابيس مكتب ودقيق بطريقة الجذب المغناطيسي لأن دبابيس المكتب تعتبر مادة مغناطيسية السؤال اللي بعده أذكر المصطلح العلمي الذي تشير إليه العبارات الآتي رقم واحد مخاليط متجنسة من المعادن تستخدم في عملية التصنيع دي اسمها السبائك السبائك زي عبارة عن معادن بخلطها مع بعض عندي زي سبيكة الدهب والنحاس اللي احنا بنستخدمها دلوقتي لأن الدهب مادة لينة فبضف لها النحاس عشان خاطر تزداد صلب رقم اتنين عملية تستخدم لفصل المواد الصلبة الزائبة في المحلول مادة صلبة زائبة في المحلول زي الملح والمية فبالتالي باستخدم لها طريقة التبخير رقم تلاتة بيستخدم لفصل مخلوط من الماء والزيت باستخدم قمع الفصل لأن الماء والزيت سائلين لا يمتزجان رقم اربعة بيتكون عند خلط نوعين أو أكتر من المواد ودوة تعريف المخلوط رقم خمسة مخلوط من الاكسوجين والنيتروجين وسانيوكسيد الكربون وبخار المية ده الهواء الجوي وقلنا أن الهواء دوت يعتبر مخلوط لأنه بيتكون من عدة غزيت ومخلوط كمان مفيد للإنسان السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد بيستخدم في فصل مخلوط الماء والزيت برافو قمع الفصل رقم اتنين المواد التالية كلها مخاليط ما عدا ودايما ناخد بالنا من كلمة ما عدا يبقى ما عدا مين ايوه مرافو عليكم السكر لأنه مادة نقية رقم ثلاثة السبائك من أمثلة المخاليط الصلبة والسائلة والغزية الصلبة لأنها معادن خاليط من المعادن رقم أربعة من أمثلة المخاليط السائلة عصير الليمون والماء ده الاثنين سوائل رقم خمسة من الطرق المستخدمة في تكوين المحلول برافو والطحن لأنه عندي طرق تكوين المخلوط الطحن والرج والتقليم عندما يختلط نوعين أو أكتر من المواد فإن المادة الناتجة تسمى مخلوطا رقم سبعة الهواء الجوي مخلوط غازي لأنه بتكون مجموعة من الغازات السؤال اللي بعده بيقول ده علامة صح أو غلط أمام ما يأتي واحد تعتبر صلطة الخضروات من المخاليط العبارة دي صح رقم اتنين يعتبر الترشيح والتبخير من طرق فصل المخاليط العبارة دي برضو صح لأنه من طرق فصل المخاليط الترشيح والتبخير أمع الفصل والجزء المغناطيزي رقم تلاتة نستخدم التبخير في حياتنا أثناء فصل البن المطحون عن الماء العبارة دي صح وأنا ممكن أستخدم طريقتين التبخير والترشيح لأن حبيبات القهوة فيها جزء بيدوب وجزء لا يزوب رقم اربعة من طرق فصل المخاليط الزوابان والترشيح والتبخير العبارة دي خاطئة لأن الزوابان مش من طرق فصل المخاليط رقم خمسة بيستخدم قمع الفصل في فصل المخاليط مظبوط العبارة دي صحيحة لأنه بيستخدم في فصل مخلوط الماء والزيد رقم ستة تستخدم طريقة الترشيح لفصل المخاليط التي بيها رواصب العبارة دي صحيحة رواصب يعني لا تزوب في الماء رقم سبعة بتتكون مكونات المخلوط بأي نسبة العبارة دي صحيحة قلنا أن منتفاط أو منخصائص المخاليط أنها بتتكون بأي نسبة وزنية آخر سؤال سؤال رقم تمانية استبائك من المواد النقية العبارة دي غلط لأن استبائك من المخاليط المعدنية وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا آآ يارب نكون استفادنا أشوفكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة